مرحبا كيفكن شو الاخبار انا يمان من كمينيتيوف بابل وبهاد الفيديو راح احكي عن المدن بسوريا يمكن انا بفيديو من قبل حكيت انه بسوريا في مدن كبيرة وفي مدن صغيرة وفي شي اصغر من المدينة اسمه ضيعة او قرية بهاد الفيديو راح احكي عن المدن الكبيرة وكل مدينة بشو مشهورة خليني ابلش بالعاصمة عاصمة سوريا هي مدينة دمشق او متل ما بيقولوا عنا السوريين الشام فالسوريين بيسموا مدينة دمشق الشام يمكن لانه هي اكبر مدينة بدول بلاد الشام واهم مدينة فاسمه الشام في الى اسم تاني هو مدينة الياسمين شو هو الياسمين؟ الياسمين هو نوع من انواع الورد اللي موجود كتير بمدينة دمشق هو ورد ريحته حلوة ولونه ابيض ومنتشر بالشام فالهيك بيسموها مدينة الياسمين دمشق هي من اقدم المدن بالعالم في دراسات بتقول انه عمره اكتر من عشرة الاف سنة الشام فيها احياء قديمة بيقولوا عنا الشام القديمة بتكون الشوارع فيها ديقة واللي بيوت فيها اسمها بيوت عربية هي البيوت اللي منشوفها بالمسلسلات الشامية كمان بالجزء القديم من الشام منشوف الجامع الاموي هو جامع مشهور كتير انبنى بزمن الامويين وكمان منشوف سوء الحميدية سوء الحميدية سوء مشهور كتير بالشام منلاقي فيه كل شيء اكل تياب دوابل عطورات دهب فسوء كتير طويل وكبير قديم ومنلاقي فيه كل شيء كمان بالشام فيه اصر العظم هو كمان اصر تاريخي مشهور وفيه كمان ساحتين هي من اكبر الساحات بسوريا ساحة الامويين وساحة العباسيين كمان بدمشق منلاقي مناظر او معالم طبيعية مثل جبل قاسيون ونهر بردة وغوطة دمشق جبل قاسيون هو جبل كبير موجود بالشام وممكن الواحد يطلع له ويشوف الشام كله من على الجبل نهر بردة هو نهر بمر بالشام وغوطة دمشق هي منطقة فيها شجر اخضر كتير وخصبة فيها اراضي زراعية ولهيك سموها غوطة دمشق هلأ تاني اكبر مدينة في سوريا اسمها مدينة حلب مدينة حلب لقب مدينة حلب هو حلب الشهباء والناس بتقول عنها العاصمة الاقتصادية لسوريا ليه؟ لانه حلب مشهورة كتير بالتجارة وبالمصانع والمعامل اللي موجودة فيها واللي بتخليها هي العاصمة الاقتصادية لسوريا من اهم المعالم الموجودة في مدينة حلب هي قلعة حلب هي قلعة موجودة على تل عالي ومن اكبر واحلى القلعة اللي موجودة في العالم كمان في سوق قديم اسمه سوق المدينة وسوق السواقة هدول كمان سوقين بيشبهوا سوق الحمدية نفس الشكل كمان في جامع قديم كمان اسمه الجامع الاموي انبنى بالعصر الاموي وبيحلب بيسموه الجامع الكبير فيه هلأ كمان مدينتين قريبين لبعض مدينة حمص ومدينة حماء حمص وحماء هالمدينتين هنالتالت ورابع اكبر مدن في سوريا التنتين موجودين على نهر اسمه نهر العاصي هالنهر بيمر بالمدينتين مدينة حمص موجود فيها قلعة الحصن هي قلعة كمان مشهورة وموجود فيها جامع خالد ابن الوليد مدينة حماء اكتر مدينة فيها نواعير فهي مشهورة بالنواعير اللي موجودة على نهر العاصي فيه كمان مدينتين قريبين لبعض مدينة اللادئية وطرطوس اللادئية اسمها اللازقية بس بسوريا بيقولوا عنها اللادئية هدول المدينتين موجودات على البحر هنن المدن الوحيدة اللي موجودين على البحر بسوريا فيهم طبعا ميناء للسفن وطرطوس فيها جزيرة اسمها جزيرة ارواد هي الجزيرة الوحيدة اللي بسوريا فيه هلأ بالاسم الشرقي من سوريا مدينة دير الزور ومدينة الحسكة هدول المدينتين موجودين على اكبر نهر بسوريا هو نهر الفرات موجود عليه مدينة دير الزور ومدينة الحسكة كمان هدول المدينتين لهم اهمية اقتصادية لانه النفط بسوريا موجود بالقسم الشرقي قريب من دير الزور ومدينة الحسكة بالجزء الجنوبي من سوريا فيه مدينة السويدة ودرعة والقنيطرة هدول الثلاث مدن موجودين في الجزء الجنوبي من سوريا كمان فيه مدينة اسمها الرقة موجودة بالقسم الشمالي ومدينة اسمها ادلب موجودة قريب من مدينة حلب هدول كانوا اهم المدن اللي موجودة بسوريا لو فيه شي انتو مهتمين تعرفوا عنه اكتر بسوريا او بالمدن بسوريا فاكتبوه بالتعليقات وانا رح احكي عنه اكتر باي